اخواني كلها للكويت من شمالها لجنوبها يعلمون مدى الحرب اللي مارستها علي قوة الفساد والافساد لمنع وصوله الى قبة عبدالله السالم قوة الفساد استخدمت جميع ادواتها الرخيصة وسائلها الغذرة لمنع من الوصول الى قبة عبدالله السالم بدأوا ببث الاشاعات المغرضة للتأثير علشان يأثرون على موقفه الانتخابي وهذه الاشاعة مارسوها من عام انتخابات 22 و23 وقعد يمارسونها الى اليوم والله مرزوق الخليفة ما رح يمكن من الترشيح مكنت من الترشيح مرزوق الخليفة رح يشطب لجنة الطعوم ما شطبتني مرزوق الخليفة رح يطعم فيه بعد ترشيحه ولا طعم فيه كل هذه الاشاعات اللي قاعدة تروج علشان انها تقلل من حظوظي في نيل ثقة الامة ولكن انا اليوم من هذا المنبر اطمن جميع مؤيديني ومحبيني جميع قواعد الانتخابية ان لا تلتفتوا لهذا الكلام انا واثق مئة بالمئة من موقفي القانوني في الترشح ترشحت لعام اثنين وعشرين وانا استذكر هذه الادارة يوم جيت هنا يوم ثلاثين ثمانية اثنين وعشرين وقمت بتقديم اوراق ترشيحي وترشحت للانتخابات ولكن ش اللي بيوصلون لهالناس هذي اللي قاعدة تبث الاشاعات بياثرون على قناعة الناخب يبيشتتون الناخب يبيقولون له ان هذا الشخص ما راح يوصل ولا ان هذه كلها راح تؤثر على موقفه الانتخابي وطمن جميع مؤيديني ان موقفي القانوني صحيح وبنسبة مئة بالمئة بالنسبة لأحكام متداولة طبعا دائما حجية الحكم تكون على الاطراف المعنية بهذا الحكم اي اطراف خارج هذا الحكم ما هم معنيين بهذا الحكم وانا الحكم اللي ادنت فيه ما اشار لا من غريب ولا من بعيد الى من حقي من الترشح ترشحت مرتين بالسجن والمرة الثالثة حضرت ادارة الانتخابات لي بالسجن وقدمت اوراق ترشيحي وقبل ترشيحي ولكن نقول لي مروجين هالاشاعات اللي بحاس يبون النيل من موقفي راح تشوفون الرد من احرار وحرائر الدائرة الرابعة يوم اربعة اربعة باذن الله طبعا الحل المتكرر والابطال المتكرر ازعجه للكويت كل يوم حل وكل يوم ابطال ما ندري وين بيوصلون الديرة شنه القصد من هذا يبي يمللون الناس من الانتخابات يبون الناس تمل من الانتخابات يبون الناس تقاطع الانتخابات علشان يبون نسبة الحضور غريلة علشان بيسيطرون على مخرجات مجلس الامة لنواب فاسدين يشرعون اللي تبيه قوة الفساد والافساد ولكن والله يا اخوان من انحل المجلس الامة يوم خمسة عشر اثنين الى يوم الامس اكثر من ثلاثة سابيع عشرين يوم وانا الف بالدواوين وحاول اني احمس الناس وحمس الجمهور ان لا تملون لا تملون من الحل ولقيت الشباب والله العظيم يا اخوان اني ولقيت الشباب هم اللي شجعون يقولون والله لو تكون الانتخابات كل شهر لنحضر ولن ندلب اصواتنا ونختار من يمثلنا ما رح احد يثنينا عن ممارسة دورنا الوطني فاذا قصد قوة الفساد انهم يمللون الناس من الحضور والادلاب اصواتهم وجعلوا الانتخابات في رمضان وفي العشر الاواخر وفي ليلة الخمسة وعشرين ما رح تثني الشعب الشعب حضر باحلك الظروف وعطى صوته وثقته للي يشوف انه يمثله كثر الحديث والاشاعات نفس الشيء في انتخابات اثنين وعشرين وثلاث وعشرين وعادوها بأربعة وعشرين انه رح يطلع مرسوم ضرورة ويقتصر الانتخابات على حملة الجنسية من المادة الاولى وهالاشاعات تضرب وتنخر في وحدتنا الوطنية والحكومة صامت صمته للقبور بعد ثلاث سابيع يطلع الناطق الرسمي باسم الحكومة وينفي هذا الشيء احنا نقول للحكومة حكومة الشيخ محمد صباح السالم اللي لأسف ترى خذل الشعب الكويتي كان متأمن عليه آمال كبيرة ولكن خذلنا في اول اختبار تعرض له شائعات تنخر في الوحدة الوطنية شرخ في وحدة المجتمع بعد ثلاث سابيع تنفيها الحكومة ليش وتكررت بالاثنين وعشرين وبالثلاثة وعشرين وبالأربعة وعشرين وينتي بتوصلوا له شاللي بتوصلوا له احنا اصلا هي وحدتنا الوطنية هي سورنا اللي يحمينا دائما اهل الكويت بالملمات يتوحدون حول الوطن ووحدة الوطن بعدين نسمع ان الحكومة ما حاسبت احد ولا جميع وسائل التواصل ولا الناس اللي للأسف قاعد يروجون لها الشائعات اللي يضربون فيها مكونات المجتمع الكويتي كان اول ناس عنصريين اللي يبثون الاشاعات بنفس عنصري وناس يعني ما لهم قيمة بالمجتمع ولكن ان بالآونة الاخيرة يخرج لنا دكاترة بالقانون يحاولون انهم يشرعنون عدم ترشح ابناء المتجنسين او حملة الجنسية الكويتية بصفة اصلية القانون الجنسية الكويتي واضح يا اخوان من ولد لاب كويتي فهو كويتي بصفة اصلية ولكن يحاولون انهم يتحايلون على القانون يحاولون انهم يلون اعناق القوانين ومواد القانون لتنفيذ ولا لارضاء نفس عنصري داخل نفوسهم ولا يعنيهم الوطن بشيء ولو شرخوا وحدة الوطن وانا اخشى ما اخشى انما بعد يكون هناك توجه حكومي لاغصاء او لقصر الوظائف القيادية والوظائف الحساسة مثل وكلاء النيابة على على حملة المادة الاولى واذا حصل هذا الشيء راح تكون مسائلة الحكومة ورئيس الحكومة شيء حتمي المواطنين الكويتيين سواسية ولا فيه فرق بينهم بتولي المناصب الا بالكفاءة كلنا ابناء الكويت بالملمات كلهم اثبتوا انتماءهم ولاءهم للكويت واكبر دليل القزو العراقي على الكويت ما كان العدو العراقي يميز بين كويتي من حملة الجنسية المادة الاولى ولا الثانية ولا السابعة ولا ايا كان كويتي كويتي كانوا يعاملون بقسوة بوحشية من العدوان العراقي نأمل من الحكومة انها تعيد حساباتها وانها لا تستمع لأي نفس عنصري لارضاء اهداف مريضة داخل نفوس مريضة تهدف الى تفتيت وحدة المجتمع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين هذا ضرورة الحكومة قبل اصدار مرسوم الحل وعدت انها تقوم بدراسة ملف المعيشة او علاوة المعيشة والمتقاعدين واصدارها وطلبت مهلة الى خمسة مارس خمسة ثلاثة ونقول للحكومة خمسة ثلاثة باشر اليوم اربعة ثلاثة المفروض ان الحكومة الان خالصة من دراستها وجاهزة من دراستها وخاصة ان الحكومة السابقة كانت الدراسة جاهزة ونفس الستاف ونفس الطواقم الفنية والطواقم الادارية اللي اعدت الدراسة بالحكومة السابقة هي نفسها في الحكومة الجديدة ما تقير الا شخص الوزير والوزراء دائما هم يرسمون سياسة عامة للدولة ولكن الأمور الفنية جاهزة ولكن هذا يعني يشير إلى عدم رغبة الحكومة بطي هذا الملف ولكن أنا أقول للحكومة أن أي مماطلة أقول لرئيس الحكومة الشيخ محمد صباح السالم أي مماطلة بهذا الملف ملف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين مو من صالحك ولا مو من صالح الحكومة خاصة إن رئيس الحكومة بنفسه صرح إن هناك توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو لإغرار وتحسين معيشة المواطنين فيجب تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو في هذا الملف وأي مماطلة في هذا الملف وأو أن تكون هناك زيادات بالحد الأدنى أنا أحذر رئيس الحكومة إذا كانت الزيادة بالحد الأدنى سوف تواجه مسائلة سياسية في هذا الملف يجب أن تكون الزيادات مجزية بعد هذا طول الانتظار والكل يعلم على مقدار التضخم في البلد في هذه الأيام يؤسفني إخواني إن الحريات بدت تتراجع بالبلد في ظل حكومة محمد صباح السالم منع التجمع السلمي بالأمس في ساحة الإرادة للتعبير والتضامن مع أهالي قزة المنكوبين المظلومين وحن على مشارف شهر رمضان المبارك ليش يمنعهم وزير الداخلية شمعنا بهالوقت يمنعون من التجمع السلمي أقر لهم الدستور والقانون حسب المادة 44 ما تجيز المواطنين أنهم يتجمعون تجمع السلمي ويعبرون عن رأيهم ولكن أنا أخشى ما أخشاه إنه يكون هذا هو توجه الحكومة القادم لقمع الحريات وهذا الفعل اللي سواه وزير الداخلية سوف يتحمل مسؤوليته بإذن الواحد الأحد وسوف يواجه المسائلة السياسية على وقف حق المجتمع أبناء الكويت بتعبير عن رأيهم بشكل سلمي وبطريقة سلمية وفق القانون ووفق الدستور الخارطة التشريعية للنواب يجب أنها تعدل وتطور وفي حال وفقت مع الأخوة النواب للوصول إلى مجلس الأمة سنعمل على تطوير هذه الخارطة التشريعية التي تصب في مصالح المواطنين ورح نضع أولويات المواطنين ورح نعمل بجد واجتهاد لتلبية طموح المواطنين بالنهاية يا أخواني ما أقول إلا أني أطلب من أبناء وبنات الشعب الكويتي أن لا يحبطون من كثرة الحل وكثرة بطال المجالس بل يصرون على ممارسة دورهم الوطني ويشجعون أبنائهم وبناتهم على الإدلابي صوتهم يوم أربعة أربعة لرسم إن شاء الله مستقبل مشرق للكويت وأهل الكويت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته